مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله اليكم لأحوال الجوية المتوقعة خلال الأسبوع القادم حيث نتوقع أن يطرأ في البداية ارتفاع قليل على درجات الحرارة بحيث تكون الأجواء معتدلة في النهار ولطيفة في الليل طبعا هذه الأجواء تقريبا طيلة أيام الأسبوع القادم مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نستعرض وإياكم لأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم نبدأ بيوم الأحد يوم الأحد أجواء تقريبا غائمة جزيا في المناطق الشمالية والوسطى هناك احتمال ضعيف حوالي 20 إلى 30% سقوط زخات متفرقة من المطر لفترات زمنية محددة في أماكن محددة يعني في نطاقات جغرافية محددة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية بمعدل 30 والصغرى بمعدل 20 المرتفعات الجنوبية معدل عظمى بحدود 23 ومعدل الصغرى 14 المرتفعات الوسطى وعمان معدل عظمى 26 والصغرى 18 وأيضا الأغوار معدل عظمى بحدود 34 أجواء حارة نسبيا ومعدل الصغرى بحدود 24 العقبة أيضا أجواء حارة نسبيا العظمى 34 والصغرى 25 البادية الجنوبية الشرقية 27 إلى 16 والبادية الشرقية 32 إلى 17 أما يوم الاثنين يوم الاثنين انخفاض قليل تقريبا درجي عما وصلت أو ستصل إلى يوم الأحد الأجواء تكون معتدلة في النهار لطيفة بالليل المناطق الشمالية 28-20 المرتفعات الجنوبية 21 إلى 13 والمرتفعات الوسطى 25 إلى 17 درجة مئوية الأغوار تقريبا الأجواء حارة نسبيا إلى معتدلة 33 إلى تقريبا 24 وأيضا العقبة 33 إلى 24 تقريبا معتدلة إلى حارة نسبيا معتدلة أثناء الليل المناطق البادية الجنوبية الشرقية 26-14 والبادية الشرقية 32 إلى 17 درجة مئوية الثلاثة أجواء تقريبا تستمر معتدلة في النهار لطيفة بالليل إربة 28-19 المرتفعات الجنوبية 21-13 والمرتفعات الوسطى 25-16 الأغوار والعقبة أجواء ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا العظمى بحدود 32 إلى 33 في الأغوار والصغرى ما بين 23 إلى 24 العقبة العظمى 32 والصغرى 24 البادية الجنوبية الشرقية 26-14 والبادية الشرقية 31 إلى 16 درجة مئوية يوم الأربعة أجواء معتدلة إلى لطيفة أثناء النهار لطيفة أثناء الليل لكنها تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر إربة 27-17 المرتفعات الجنوبية 21-13 والمرتفعات الوسطى 24-15 الأغوار أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا 32 إلى 23 العقبة أيضا معتدلة إلى حارة نسبيا 32 إلى 24 درجة مئوية طبعا تظهر يوم الأربعة السحب على ارتفاعات مختلفة خاصة في المناطق الجنوبية البادية الجنوبية الشرقية أجواء غائمة جزئيا إلى معتدلة 26-15 والبادية الشرقية 31 إلى 16 درجة مئوية يوم الخميس أيضا أجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل المرتفعات الشمالية 27-18 المرتفعات الوسطى أجواء لطيفة في النهار تميل قليلا إلى البرودة ليلا 23-15 المرتفعات الجنوبية أجواء لطيفة نهارا تميل إلى البرودة ليلا 20 إلى 13 درجة الأغوار أجواء معتدلة نهارا وأيضا لطيفة إلى معتدلة ليلا 32-22 وخليج العقبة 32-23 أجواء ما بين معتدلة إلى حر نسبيا في النهار معتدلة ليلا البادية الجنوبية الشرقية 25-14 والبادية الشرقية 30 إلى 14 درجة مئوية يوم الجمعة أيضا تظهر السحب على ارتفاعات مختلفة هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار أو زخات متفرقة من المطر في أماكن محدودة لفترة محدودة المرتفعات الشمالية 26-17 المرتفعات الجنوبية 19-11 غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعادية من المطر عمان والمنطقة الوسطى أجواء لطيفة في النهار تميل إلى البرودة ليلا مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة 23-14 الأغوار أجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل 30 إلى 21 وأيضا العقبة أجواء معتدلة بشكل عام 30 إلى 23 البادية الجنوبية الشرقية 25 إلى 13 والبادية الشرقية 29 إلى 14 درجة مئوية مشاهدينا شكرا لمتابعتكم لمتابعاتكم نتمنى لكم أوقات سعيدة في أسبوع لطيف من حي الدرجات الحرارة والرطوبة شكرا لكم شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرس سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر